اشتركوا في القناة كان أبي إذا أصابته الحمى سخن مرض كان أبي إذا أصابته الحمى استعان بالماء البارد مي بارد سول كمادات سخن سول كمادات استعان بالماء البارد وخرج إلى خارج الدار ونادى في الباب يوقف باب الحوش وصاح يا فاطمة أغيثيني شوفي من ساعته قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أنت لو كنت معتقد معتقد عن حق عن جد بذيك الساعة أوقع لا أسامح الله بشدة أوقف بالباب وصح يا فاطمة أبي فيني تغيثك بذيك الساعة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بس شنش يحتاج هذا الاسم يحتاج لواحد مصدق معتقد هذا علم الغيبيات هشكل يقول يقول لابد من الاعتقاد خصوصية اسم فاطمة سلام الله عليها هو هذا مثل الصلاة اللي نقلناها سابقا نقلناها سابقا أن تصلي ركعتين إذا أصابتك الحاجة إذا أصابتك الحاجة محتاج حاجة شديدة وكررة هذه الرواية لأن كم واحدهم يسألني الرواية يقول إذا أصابتك الحاجة تصلي ركعتين تقرأ فيهما ما شئت شطرة الحمد وصورة وما بقى الدعاء ما دعت فيه وما بقى توسل ما توسلت فالتفت إليه الإمام صلى الله عليه قال أين أنت عن صلاة الاستغاثة بأمي فاطمة قال يا ابن رسول الله وما صلاة الاستغاثة بأمك فاطمة ثم تسجد وتقول بسجودك مئة مرة يا فاطمة يا مولات يا فاطمة مئة مرة بالسجود تقول يا مولات يا فاطمة أغيثين مئة مرة بعدين تقوم تخلي الجانب الأيمى على الأرض توسل بقلبك نفس الشيء مولاتي يا فاطمة مئة مرة أيضا أغيثيني ثم بعد ذلك ترجع للسجود مرة أخرى مئة وعشرة تقول مئة وعشر مرات يا فاطمة أغيثيني ثم تجلس سوف يقضي الله تعالى حاجتك بإذن الله تعالى الله تعالى حاجتك وقال فم سبق تسبيح أمي فاطمة فإذا فرغت فاسجد وقل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمى وقل ها مئة مرة ثم ضع جرحتك وقل ها مئة مرة ثم ضع خدك الأيسى وقل ها مئة مرة ثم ضع جبحتك وقل ها مئة وعشر مرات تماما الخمسمائة وعشر 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 تصدقوا للإمام الصادق لو ما تصدقوا يقول للإمام فأنا الضامن على الله أنّا من صلىها قبية حاجته الشمفاطمة بعقيدة مؤثرة أما إذا فد واحد يخلي للتجربة والله نقول خلي شوف شوف قلبك إيش قددت معتقد يؤثر مع الاعتقاد أما لا قدر الله ما معتقد لا والله سمننانا الباتر الصبح صحيح يا فاطمة ما هذا معنى التوحيد أنك تصلي صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء رات التوحيد أسجد وتقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني Maret مرة هذا التوحيد إذا ما تقول يا فاطمة أغيثيني ما عندك توحيد ولا تعرف معنات التوحيد عندما أقول يا علي عندما أقول يا حسين عندما أقول يا زهراء هذه ذروة التوحيد سلام التوحيد جوهر التوحيد الإمام الصادق عليه السلام كان يقول عليكم بالزهراء استغيثوا باسمها ونادوا مولاتكم فاطمة وحينئذ تقضى حاجتكم وتنالون مطلبكم فهل تغيثنا الزهراء عندما نقول يا زهراء أغيثين إن شاء الله روينا في كتبنا المعتمدة والمعتبرة والمعول عليها في الدعاء والزيارات عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا كانت لك إلى الله حاجة وضقت بها ذرعة فصلي ركعتين وقل بعد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سبح تسبيح فاطمة ثم اسجد وقل مئة مرة يا مولاتي فاطمة أغيثين مئة مرة ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل مئة مرة يا مولاتي فاطمة أغيثين طيب نوصل هذه الحلقة بهذا السؤال وصلنا عبر التواصل الاجتماعي يقول صلاة الاستغاثة بالزهراء عليه السلام هل لها سند عن طريق أهل البيت عليهم السلام أولا؟ هذه الصلاة كما ذكالت قربة إلى الله ولكن فيها توسل بالسيدة الزهراء عليه السلام والتوسل أمر مطلوب شرعا عند كل الأمة الإسلامية باستثناء فئة شادة وهي الوهبية الذين يتهمون من يتوسل أو من يستغيث يتهمونه بالشرق وهذه التهمة باطلة وكل الأمة الإسلامية تستغيث وتتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نعم أستغيث بفاطمة هنا أتذكر أن قبل سنة أو سنتين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض لبعض الناس وهؤلاء إذا تريد أن تحسن الظن بهم تقول عنهم جهلة لا يعرفون وإذا أردت أن لا تحسن الظن بهم أو إذا أردت أن تعملهم على الظاهر تقول أنهم مغرضون لأنهم نشروا صور يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني وحاطين عليها إكس أنها خطأ بل قل يا الله بحق فاطمة أغيثني هذا الفكر الوهابي عندنا لا رواجة له في أسواقنا أسواقنا نحن لا تنزل فيها إلا بطاعة محمد والمحمد صلى الله عليه وعليم ولكن هذه حلة تشل علينا دائما فلتشان وهي الوهابية الذين يتهمون من يتوسل أو من يستغيث يتهمونه بالشرق للأسف وين أنه عندما يكون إنسان يظهر بمظهر أنه أنا منتسب لمذهب أهل البيت وتأتي وتقول لي لا تقول يا فاطمة أغيثيني عندما أقف أمام ضريح المعصوم عليه السلام وأتوسل أو أسأل الحسين يا حسين إيش فيني نعم أنا أطلب أحمد الدور يطلب من علي بن أبي طالب عندي واحد نين ثلاث حاجات أعطيني إياها كيف تطلب منه لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة ومن السلطنة ومن اليد ما لم يعطيه لأحد الله أعطاه وأطلب منه لأن الله أعطاه هذا عين التوحيد وصفاء التوحيد لله سبحانه وتعالى ويبايع الخليفة أنه في الجهة الضابعة وإنه نزوت من أمر عظيم يا خالق فعندما أقول أولا رواية من يريد أن يعلم الصادق عليه السلام فهو إنسان يعني أقل ما يمكن أن يقال في عقله أنه جاهل هذا أقل ما يمكن أقل ما يمكن وهو أكثر من ذلك لكن بعد نحن في مكان فالصادق عليه السلام يقول قل يا مولاتي يا فاطمة أغثيني أو يا مولاتي فاطمة أغثيني حسب الروايتين تأتي وتقول قل يا الله بحق فاطمة يعني نعكس هذه الأمور هو لماذا يقول هذا الشيء يقول إذا قلت يا مولاتي أنت تطلب من فاطمة أنا أعرف أنك أنت تروح تطلب من الدكتور وليس أنت تطلب من الدكتورة وفلان 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 كل هؤلاء يصير إلا تصل عند فاطمة فالمشكلة أنه هذا دليل على البوض يؤثر بعض الناس البسطاء عندنا إيه صح مولانا مش الأفضل أن نقول يا الله بحق فاطمة يا أخي ما في مشكلة مشكلتكم ما فهمني ما هو التوسل وما هي الاستغاثة لو فهمتموها كانت سهلة جدا يا فاطمة أغثيني من هي فاطمة فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويرضى لغضبها فاطمة التي جعلها الله سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين هذه المرة توصل إلى هذا المقام لا أتوسل بها وأتوسل بالطبيب النصراني والطبيب ما أدري شنو والطبيب الفاسق يجوز كله يجوز وأذهب إلى البقال وأذهب وأذهب كل هذا يصير وإذا وصلت إلى أهل البيت يكشف أن هناك مشكلة في فهم التوسل والاستغاثة ترجمة نانسي قنقر ونحن نقول مولانا في هذه الحلقة يا مولاتي يا فاطمة أغيثينا بظهور المهدي عجل الله تعالى رجل الشريح للثأر لمحمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر